ترأس مساء مسى ببيت المرأة أشادية رئيس اللجنة الفنية التحضيرية للملتقة ابناء البطحة أميرة دودارتين اجتماعاً ضم أبناء الأقليم حول كيفية تنظيم الملتقة حولها التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأقليم تقرير عبدالله هاروم أرمح تجهزاً للترتيبات الأولية حول ملتقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأقليم البطحة جاء هذا اليوم التوعوي والإخباري الذي ضم العديد من أبناء الإقليم وإن هذا اليوم يعتبر فرصة سانحة لتبادل الآراء والأفكار وجمع المعلومات التي تسحم في عملية تقدم الإقليم وتحسين الظروف المعيشية للسكان هذا وقد بدأت المناسبة بأرض فيلم وسائقي يبين الأنشط الاجتماعية والثقافية والثروات المحيمنة في المنطقة في كلمته التي ألقاها رئيس اللجنة الفنية لتحضيرات الملتقة أوضعها أن أحمية الاجتماع اليوم هذا هو ملمة عن تلمية الإقليم البطهة يعني أننا الكوميتي تكنيك بريباراتوار دا أدونا برنامج كده لازم نجحوز المكاتبة نجحوز البرنامج ونوقع أمناء البطهة واليوم دا أول ملمة وتوى الحاضر يخبر القائب إذا كان البرنامج دا بدا وأثناء هذا الاجتماع تداخل الحاضرون من أبناء الإقليم بكلمات تساند وتدعم الفكرة الإنمائية للإقليم وأكدوا على أنهم سيقفون إلى جانب الفنيين والمختصين مديا ومعنويا لأجل نهوض الإقليم ودفعه إلى العمام ترجمة نانسي قنقر